طيب الرئيس أردوغان كان قد وعد بأن تكون أولى جولاته لقبرص التركية ثم بعد ذلك ثاني جولاته ستكون لأزربجان وبالفعل نفذ الوعد وتحدثها من قبرص التركية بشكل قوي وطلب جميع الدول بالاعتراف بقبرص التركية ثم كانت الزيارة التالية له لأزربجان ما دفعه بمزيع التأسين لتركي لتتحدث مع أردوغان وتشير له هل ثاني زيارة لك في الخارج لأزربجان هل هذا يعني بأنك ستحصل على موافقة أزربجان على الاعتراف بقبرص التركية قال لها هذا استنتاج صحيح ثم بعد ذلك يعني تركها وأكمل جولته هل بالفعل تعتقد بأن أزربجان ستدعم أردوغان في هذا الأمر وستوافق على الاعتراف بقبرص التركية بالتأكيد أنا حسب يعني معرفتي وحسب يعني متابحتي للأحداث يعني عندما إذا كان نأخذ العلاقات الثانوية بين جمهورية أزربجان وجمهورية تركية دولة تركية يا حقيقة علينا أن نقول نعم أن جمهورية أزربجان حليفة تركية شقيقة لتركية وهناك من الإيمان يعني لجمهورية أزربجان أن هذه الجزيرة أو هذه الأراضي هي تركية فلا أتصور تتأخر جمهورية أزربجان بالاحتراف وأتصور هذا من الصواب يعني ولا أتصور هناك أحدا يقول غير هذا أولا تركية شقيقة جمهورية أزربجان وأكيد هناك قناعة عند جمهورية أزربجان أن هذه الأراضي تركية وهذا الشعب تركي فأكيد ستكون مؤيدة للقرار التركي والإعلان عن هذه الأراضي ومساندة للحكومة التركية طيب وقت الانتخابات كان هناك حملة شرسة من قبل الصحف الأوروبية تستهدف أردوغان لكن بعد نتيجة الانتخابات تغيرت هذه اللهجة وتبددت هذه الحملة أدراج الرياح كيف ترى هذا الأمر؟ بالطبع علينا أن نشير لأمر أن هناك كانت ما تسمى أنفسهم معارضة وكان لهم لشاطة إعلامية تصور الإعلام الغربي والأوروبي وهو أيضا يدخل فيه المصالح هو المصالح الأقلمية أو المصالح الذي مقرب في المنطقة فقام بهذه الهجمة أتصور هو على خلفية ما كانت يتحدث بها المعارضة أنهم قوة قوية ممكن أن تواجه الحكومة التركية أو سيد أردوغان ولكن بعد أن ثبت أن الرئيس أردوغان له شعبية له قاعة كبيرة من الحلفاء على الأراضي التركية يعني من الشعب التركي أتصور الصحابة القربية أن رأوا الواقع على الأرض عندما احتضل الشعب التركي الرئيس أردوغان ثبت لهم وثبت لقيرهم أن رئيس أردوغان أقوى أقوى مما يصفه المعارضة أو يصفه أعداء تركية خارج الحدود